ساعة جديدة احساس جديد بالوقت تايم سنتر خبراء الساعات مساء الخير اليوم ارتفعت درجات الحرارة ولكن بشكل عام بقيت باردة نسبيا ايضا خلال ساعات نهر اليوم ظهرت صحب مختلفة الارتفاع على الاغلب كانت في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد التقس الان كما نشاهد في العاصمة عمان غالبا الاجواء صافية كما نشاهد 11 درجة مئوية الملموسة ايضا 11 درجة الرطوبة النسبية 64 بالمئة سرعة الرياح 9 كيلومتر في الساعة واتجاه الرياح هي الرياح غربية صور الاقمار الاصطناعية نشاهد من خلالها وجود هذه السحب المختلفة الارتفاع ان كان في المناطق الشمالية وايضا المناطق الوسطى ولكن خلال ال24 ساعة القادمة من المتوقع ان نشوف السحب على الاغلب هي عالية ومتوسط الارتفاع ولكن في المناطق الجنوبية من البلاد كما نشاهد هنا هذه الليلة تبقى الاجواء عموما باردة بشكل عام في معظم المناطق ايضا هي شديدة البرودة ولكن في مناطق محدودة ان كان من مناطق السهول وايضا مناطق البادية هذه الليلة في السهول والبادية في مناطق محدودة من المتوقعة وتبقى الفرصة موجودة لتشكل السقيع في هذه المناطق وكما تحدثنا ممكن من هذه الليلة أن يكون في عنا صحب إما عالية أو متوسطة على الأغلب في المناطق الجنوبية من البلاد درجات الحرارة أجواء باردة في العاصمة عمان مثلا تسجل خمس درجات مئوية غدا ترتفع درجات الحرارة تعود من جديد أعلى من معدلاتها السنوية تقريبا من ثلاثة إلى ست درجات مئوية بشكل عام أجواء مشمسة أجواء لطيفة في معظم المناطق لا بل هي دافئة في بعض المناطق مثل البحر الميت مناطق الأغوار وأيضا في خليج العقبة درجات الحرارة إن كانت الدنيا لهذه الليلة أو العظمى اليوم الآن تكون كالتالي طبعا في العاصمة عمان 17 درجة مئوية في العقبة 27 درجة وأجواء دافئة نبدأ بدرجات الحرارة من مدينة إربت في شمال المملكة من 5 إلى 17 أجواء صافية ومشمسة المفرق من 3 إلى 17 أيضا أجواء صافية ومشمسة جرش من 5 إلى 17 وأيضا أجواء صافية مشمسة عجلون من 6 إلى 16 درجة مئوية في الزرقاء من 5 إلى 18 رأس مونيف من 5 إلى 14 درجة مئوية في الصلط من 7 إلى 17 درجة مئوية في سوالح من 6 إلى 14 درجة أيضا أجواء صافية مشمسة الفحيس 6 إلى 16 أيضا إن شاء الله أجواء لطيفة هناك وصافية شرق عمان من 5 إلى 17 المناطق الغربية من عمان 6 إلى 16 درجة مئوية الأغوار الشمالية تصل غدا إلى 21 درجة مئوية 5 إلى 16 في مرج الحمام دير على 23 أجواء دافئة منطقة مطار الملكة علياء الدولي هذه الليلة أجواء باردة 3 درجات وغدا تصل إلى 18 درجة 5 إلى 18 أيضا في مادبة أجواء لطيفة بشكل عام البحر الميت تصل إلى 26 درجة مئوية 23 في وادي الموجب والكرك من 8 إلى 17 درجة مئوية الطفيلة 7 إلى 17 وكما نشاهد في المناطق الجنوبية تظهر بعض السحب هي متوسطة واعلة الارتفاع الرشادية 5 إلى 14 درجة مئوية نستمر في عرض درجات الحرارة غور الصافي أجواء دافئة 27 درجة مئوية والليلة 14 شوبك من 3 إلى 15 الفترة من 5 إلى 17 في معان من 5 إلى 19 وظهور لهذه السحب رأس النقب من 6 إلى 14 درجة مئوية وأيضا سحب إن كان عالية أو متوسطة العقبة من 11 إلى 27 وأيضا ظهور لبعض الغيوم خلال ساعات النهار يوم الغد ولكن هي الأجواء عموما دافئة 22 في وادي رم الجفر من 3 إلى 20 درجة مئوية وأيضا تظهر بعض السحب هناك الأزرق أجواء مشمسة صافية غدا 19 درجة مئوية والصفاوي 4 إلى 19 وأجواء صافية مشمسة ننهي درجات الحرارة بمنطقة الرويشد من 4 إلى 16 درجة وأيضا أجواء صافية ومشمسة حالة التخص خلال الفترة القادمة خلال الأيام القادمة نشاهد بأن هذه الليلة طبعا الأجواء باردة كما تحدثنا غدا درجات الحرارة أعلى من المعدلات ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الجمعة تصل إلى 21 درجة مئوية أجواء عموما دافئة ولكن يوم الجمعة متوقع أجواء مغبرة على الأغلب في المناطق الصحراوية يوم السبت أجواء فعلا يعني مغبرة بشكل لربما أوضح في المناطق الصحراوية على الأغلب ومن المتوقع أن يوم السبت يكون فيه عندنا زخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة من الأجزاء الشمالية من البلاد هذا ما كان لدينا من أخبار طقس والعودة إلى الزميلة لنا ترجمة نانسي قنقر